اشرح للمشاهدين في المغرب ما الذي كان سيعانيه بالنسبة لهم فشل الإدارة الأمريكية في الوفاء بديونها وكيف كان ذلك سيؤثر على حياتهم لست متأكدا من الأثر المباشر لذلك على المغرب ولكن بالتأكيد سيجعل الأمور صعبة للغاية على القيادة المغربية لأن الثقة في الدولار كأساس للتجارة الدولية ستتغير خاصة وأن المغرب يعتمد على التصدير لسلع منها الفوسفات لذلك ستنخفض عائدات التصدير بشكل كبير وفي نهاية المطاف سيعدي ذلك الارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير حتى تتمكن من توفير الأموال اللازمة مما سيؤثر على معدلات الفائدة في أنحاء العالم